موسيقى يسرنا أن نلتقيكم عبر قناة عونا ونتقدم إلى الجميع بالتهنية بمناسبة حلو العيد الفطرة المبارك على الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى جميع الإيرتريين بالخير واليوم والبركات في البدء أود أن أتقدم بالشكر إلى الإخوة الذين هم بعض الإخوة المؤسسين وأعضاء الإدارة في الصندوق الوطني للرعيل الأول للثورة الإيرترية ومعنا الأستاذ ديشانينو والأستاذ فوزي سعد صالح والدكتور صلاح ورحيم جميع ويعني في البدء أود من الأخ دريس أن يحدثنا فقط عن كيف بدأت هذه الفكرة فكرة الصندوق الوطني للرعيل الأولي بدأت هذه الفكرة كنا مجموعة مع الأخ فوزي وأنا والأخ محمود نور وكنا بنامش مع المنادر محمود محمد علي ملكين فهو كان مجلس سودان وكنا بناسحره مثلا عن وداع المنادرين القدام وعددهم موجودين فيه كيف ودعهم فكان بيحكي لنا عن بعض مآسي أو الظروف السعبة اللي قاعدين يمر بها بعض من الناس اللي كانوا يوم من الآيام وبطالة الساحة للإدكترية فالفكرة بدأت من هذا المنطلق وقلنا هذا الناس دل نحن مسؤولين منهم يجب الناس دل نحن نكون نعمل لهم صندوق وندعمهم بدلا يكونوا في حوجة في هذه الظروف السعبة الموجودة حاليا في السودان واتفرنا مع الأخ عبد الرزاق كراء على أساس نبحث شخص يعمل لنا نبحث عن هذه المنوعة وغمنا نحن كنا عددنا سنوعة سابعة أشخاص وكلفنا الأخ الخير محمد خير خير الله وتعرفنا به بواسطة الأخ عبد الرزاق كراء وفعلا هذا الأخ ما بسر عمل كل البحث ومشأل مواقع التي تواجدوا فيها المنادرين المدامة في شرب السودان وجمع لنا معلومات عنهم وبعت لنا كل الأوراق المطلوبة أو المعلومات عمتنا المطلوبة طيب أساس موزي في البداية ما هي الخطوة الأولى التي بعد ما أخذنا الـ DataBase يعني على الرعيلة الأول وكذا ما هي الخطوة الأولى في إنشاء جمعية في أستراليا؟ طبعا مجيما قال الأخ إدريس بعد ما جمعنا المعلومات عملنا اجتماع عام للجانب الإيرترية في مذبرن وعيناهما المشروع دي وطلبنا منهم أنه نحن نكون منجمة وهذه المنجمة تحتاج الأفراد وأعداء يدعم هذا الشندوق على أساس هذه المسؤولية قلقية مسؤولية علينا على أساس تساعد المنادنين القدام لجروفهم جروف شعبة جدا في السودان وفي هذا الاجتماع قولنا لجنة هذه اللجنة على أساس تدعو المؤتمر تنسيسي وفي المؤتمر التنسيسي طبعا كونت لجنة وهذه اللجنة هي اللي قاعدة تدير هذا العمل وفي قلال لهذه السنين اللي فاتت طبعا عمدت بعض الأشياء لمسلحة الرعيل طبعا نأخذ الحوار يعني اليداري والدكتور صلاح باعتواره كان الرئيس السابق يعني للإدارة الصدق يحكسنا فقط يعني عن الجوانب الإداري والقانونية اللي كمنا بها في البداية يعني حتى يكون عملاً جمعياً عمل مشروع في أستراليا وكذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم فلابا ممكن أنا حاجع شوية الأخ فوذي وأدريس ذكروا بعض الأشياء وممكن أعود أقول في الأول أنه يعني قبل المؤتمر التأسيسي كان محاولات كثيرة والاجتماعات كثيرة يعني من السابق الأفلال جلسوا واجتمعوا طريباً وكل يمكن كل سبعين كنا نجلس يعني والفكرة بروت ويعني نحن بالزبط يحددنا الأهداف ومن ثم يعني طرحنا الجانب الإمترياء بعد التأسيس يعني قبل التأسيس المنظمة تسجلت كمنظمة خيرية في الجهات الأسترالية وهي طبعاً منظمة سياسية منظمات خيرية ويعني تهتم بأشؤون الرعير الأول وكما معلوم الجميع أنه هذه الجمعية تتعامل مع أفراد الرعير كأفراد فهو نحن نتعامل كفصائق سياسية أما يعني الشيء لداني أنه عمل مؤسس عندنا الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وكل هذه الشيء المكون عمل مؤسس وقاعد يسير بطريقة مؤسسة يعني والحمد لله أنجز من كثير شكراً بالنسبة للنقطة الأسارة أنه نحن نتعامل مع أفراد الرعيم كأفراد من الجوانب الاجتماعية حسب حوليتهم وكذا أحياناً في السوق فهم يعني الناس تعتقد أنه نحن يعني عايزين نعمل منظمة للرعيم يعني كشيء سياسي أو يعني في بعض التنظيمات اللي هي قايمة على شأن الرعيم قد تفهم أنه نحن يعني نجمع إليهم يعني نروش دي عشان نبدي إليهم مثلاً هم عشان نعملوا باقي شغرهم التنظيمي الحتة دي أنا يعني يعني عايز بشكل واضح لأنه نحن يعني حتى ما يحصل لبس يعني عايزين نوضحها يعني أستاذ يدريس الفضل يعني تعاملنا مع أداء الرعيم نحن نتعامل معهم كأفراد ليس كتنظيم ليلة منظمة ليس كتوجه سياسي نحن نتعامل مع أفراد كفرد يعني وعلياً عندنا حسب المعلومات البيت الزادر الموجودة معنا تجدنا من الأخ محمد الخير نحن نعرف ظروف الشخص نحن نتعامل معهم باسم فلان ابن فلان ليس كتوجه سياسي ودي أغرقنا في الاجتماع العامل اللي عمل في الاجتماع حتى الناس وفقت في الكلمة قال نحن نتعامل معهم كأفراد وليس كتنظيمات أو كأفراد سياسية وبنتعامل معهم بهذا المفهوم بعدين نحن لما قلنا الرعيب في الاجتماع قالوا نحن من هم الرعيب أولاً نعدد فعددنا من 61 إلى 65 لأن الصندوق ما ممكن يكون لقي واحد من كان في الساحة اللي الكرياء فبنينا الناس من 61 إلى 65 طيب يعني طبعاً الناس اللي هم المستحقين في الفترة الحالية هم الناس اللي خرجوا للثورة الإريترية وبدأوا بضال في الفترة من 61 إلى 65 طيب مباشرةً يعني تقريباً يعني العدد الإجمالي كم ذو الوقت اللي هو يعني المسجلين الأغة الخير بعتلينا حوال 340 نعم العدد المسجل نحن بعد كده عملنا تنقاه فيه الناس اللي بدوا من 61 إلى 65 اللي لعناهم من المعدات والباقين طبعاً في انتزال نحن في الحالة دي الصندوق لو كبر والصندوق إذا عندهم إمكانية يدعم ممكن نمت بها نقول ممكن من 61 إلى 70 لدي فيها من 65 إلى 70 لكن المن 65 عددهم حوال 210 نعم 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 العدوية بتاعت الصندوق يعني يعني كيفية التعامل معهم العدوية المساهمين يعني أقصد هذه العدوية أولاً بكل قدوح هي من أفراد الجالية الإليترية هم إليتريين هذه المناجمة لا في الطريق أي مطلق من الحكومة الأوسترالية كل الأموال اللي نجمعها هي من الإليتريين الناس اللي بتستمع لو داع المنادلين القدامي في نفس الوقت عندنا لشتاة حسب كما قال الأخوة إدريش الناس بنتعامل معهم حسب احتياجاتهم منادلين قدامي موجودين ممكن غروفهم تركون كويشة ودولة ما يكونوا بالنسبة لنا أولويات الناس الظروف الصعبة والمحتاجة هي في أولوياتنا نحن طبعاً كما قال الأخ سأل الأخ عبد الله في أستراليا في ناس عندهم غرفية بتعليدان منادلين قدامي هم طبعاً بنستشيرهم وهم عندهم معرفة عن المنادلين القدامي نبعد معهم كل ما نعمل ليختار لمجموعة اختشارتهم تكون مهمة لأنهم عندهم معرفة عن هذه المنادلين واهتياجاتهم والعداء بيشاركوا حسب إمكانياتهم لكن تقريباً عشر دولار في الشارع هي المشاركة الشهرية لكل فرد اللي هو عدو في هذا المنادلين طيب من النقطة دي أحياناً طبعاً في صعوبة في إبن الواحد يلتزم أو يعني الاشتراك الشهري ما قاعد يجينا بشكل ثابت وكده طيب نحنا كيف يعني ممكن نتجاوز العقبات دي يعني بحسب أنه الناس يعني تفتكر أنه مثلاً إدارة الصندوق هي اللي لازم توصل كل واحد رغم أنه طبعاً الناس كلها مطوعة وما في واحد متفرد للعمل حتى التفرغ الموجود هو مبتطعاً من أوقات الناس يعني فإنت الرسالة لتبعت لعضوية النصندوق في المجل فعلاً يعني هي مسؤولية مسؤولة الجميع وليس مسؤولة الإدارة يعني الإدارة بادرت ومؤسسة المنظمة يعني فبالصراحة كان تجاوب كبير مع الفكرة يعني وأفراد الإدارة في المنظمة حتى في بيرس وفي أدريت يعني حتى الناس كانت تدفع مغدماً يعني مغدماً السنتين الأولى يعني الأمور صارت جيد يعني بعده شوية فتور حسن يعني وهو يعني تأثير من كل حسن يعني يعني من الإدارة وحتى من الأفراد من أعداء الصندوق يعني وفي مشاكل حسنت بس نحن ما عارضين نتكلم عنها مشاكل خارج إدارة غانتني وهي مشاكل يعني في السوداء فإذة كمان ما ساعدت يعني بالرغم الصندوق في الأول ما شيء جيد يعني فالعوامل من كلها ممكن تساعدت والآن أنا أقول يعني الإدارة والأعداء فإن شاء الله تكون مسؤولية الجميع والأعداء بادرهم ونحن كمان إن شاء الله نحن نقصد في دون السيد إدريس يعني كان في تعاون في البداية وكان في اتصالات مع الأخوة في السويد يعني باعتبار أن كمان كان عندهم نفس الفكرة يعني 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 إلى أين وصلت هذه الحوارات ولماذا توقف التعاون وكذلك يعني كان في مرة من المرات يعني جاء دعم من الكويت تقريبا يعني من شخص واحد يعني طيب يعني إيش هي الفكرة في أنه نحن نوسع يعني المظلة بتاعة المساهمين وكذا تقريبا فإلا أن الموضوع دا جماعة السويد عملنا معهم اتصالات ورنام أننا برنامج بتاع السلطوب ونكون تعاون مع بعض في البداية أبدو استعدادهم كنا بنكتسب بهم ضوائد وبعد كده اتفقنا معهم عشان نعمل احتفال بتاع تجربة دا لما كان الشهيد اللي يدحمه اه 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 غررنا على أساس نعمل احتفال المشترك بالنسبة لأعداء الضعيف والمناجلين القدامين في السوداء وتكون الدعم أو نحن نتبنى تكاليف هذا العمل وفيه نكرم بعد من المناجلين القدامين وفعلا في البداية أبدو استعدادهم وبعدها طبعا حتى الاتثال بينهم وبينهم متقاطع وهم التجهول يتجاه قالوا هيعملوا بلاهم وحيشتغلوا من واحدهم فعلا كانوا يشتغلوا لواحدهم فإذا فإذا دافل ممكن نتعرف وإذا كان بيتابل بتاع الخليج يعني ان شاء الله حصل بتاع الخليج طبعا واحد أخ من الكويت بعد مبلغ للأخ الخير في في السوداء والأخ الخير قال في شخص بعتلينا مبلغ بعد ما قرأ عن هذا الموضوع وعرف هذا الصندوق التسلبي وبعتلي المبلغ ده وأظن إلى الآن هذا الشخص عنده استعداد أن يعمل ونأمل الأخ الخير حتى في السوداء يعني حتى في السوداء حتى في السوداء ساهمت ساهمت الناس ونحن بعد كده بعتنا مبلغ وهو وراءنا الخير قال هو عنده بتاع عشرين نفر انتو أديفه فيها وآخر مرة كان تدفتا الخير قال أنا عندي بتاع عشرين شخص نحنا كنا اتفاقنا معه عشان راسل لكل شخص مبلغ معين فهو دررها وجاء يا أخي أنا عندي بتاع عشرين انتو أديفه فيها فبعد كده انا اديفنا فيها وبعتني هولا فمسين شخص شكرا موضوع بتاع السويد برضو لانو كنت واحد من الناس من عندك انتصالات نحنا كان عندنا أي من البداية انه يكون عندنا تنسيل مع الأخوة في السويد وإذا فيه برضو بعض المفروع ممكن تتكون في مناطة أخرى يكون جايما مجلة نعمل مع بعض على أساس نرفع معاناة المنادلين لكن كان عندنا مشروع لتقربة عشان جايما قال الأخ إدريس عام 2010 على أساس في منزل المنادم الشهيد أبو رجيلا يكون هناك مناسبة في نفس الوعات نقوم فيها المنادلين ولكن بعد اتسالات كثيرة ما قدرنا نوصل لأي عمل مشترك فنحنا استمرنا بطريقتنا ونجرنا المشروع ولكن للأشف والأخوة في السويد لم يرد ولا كان من جانبهم ما كان عندهم استعداد من جانبهم فلم نتمكن من هذا الاتسال حتى هنا ينتهي الجزء الأول في هذا اللقاء وكان معنا سيد فوزي رئيس الصندوق والأخديث شانير المسؤول المالي ودكتور صلاح هو طبعا كان الرئيس السابق وعضل الإدارة الحالي وكان معكم تغليم سكرتير الصندوق شكرا لكم وإلى الوسطان إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم